موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بجميع متابعين مستر عبقري الوحوش وارجعنا لكم بحلقة جديدة الحلقة اليوم كتير حلقة حلوة وهي حلقة علمية يا جماعة يعني هي حلقة تعليمية كتير عالم ما بيعرفوا كيف يهجنوا النبات ضمن لعبة راست بهاي الحلقة مثل ما وعدتكم بالحلقة الماضية أنه رح نتعلم كيف من هجن النبات بلعبة راست بطريقة كتير سلسة طريقة كتير سهلة وأي حدا بعد ما يشوف هذه الحلقة رح يعرف كيف يهجن أين أبتيب لعبة راست بسهولة تامة ويب مثل ما عودتوني دائما دعمكم الأسطوري من خلال اللايك والتعليق والاشتراك بالقناة هو اللي عم يخليني صراحة أستمر وعم يعطيني دفع إيجابية كتير للأمام فلا تحرمونا من دعمكم الأسطوري يا حلوين وقبل ما نبلش بأي شيء سمعونا الصلاة عن النبي اللهم صلي على سيدنا محمد ويلا نبدأ اللبتة الكلوث عندما نزرعها ونحصدها ونستطيع بيعها في الأوتبوست وبالتالي سنطالع سكراب منها فأنا لدينا مزرعة كبيرة نقصها كلوثة بس نزرع فيها سأعلمكم بهاي الحلقة إن شاء الله على التهجين بالبداية سيلزمنا بذور الكلوث اللي هي هاي علينا عندي 26 أقل الشيء بديه 50 فرح أطلع إن شاء الله هلأ كرمال جيب كمية منيحة وفي ضرب رصاص بره نقص مع أسلحة طيب الشمس عم تشرق أعتقد عندي مشكلة بالكهرباء في البيت يمكن أن يلزمني طاقة شمسية حتى أدعم المراوح لأن البيت يبدو تبدأ ثلاث مراوح ومروحتين ما علينا هلأ يبين علينا بشكل عمل إن شاء الله لما نزرع ونحصد فالشمس عم تشرق بالإس تقريبا سوف نرى مراوح ونعرف كيف يضع الطاقة الشمسية بشكل صحيح سوف نطلع إن شاء الله على حصاننا باتجاه الأراضي الخضراء هنا مثلا لنجيب بذور لأننا نحن مع سكرين بالصحراء كما نرى في البيت الأسطورية والمزرع الأسطورية بالصحراء فريدنا نذهب إلى مكان يكون أخضر لنجيب منه بذور كلوث ونجي نهجينا لنجيب عليكم معي لبينما أجمع 25 بذرة ونرجع فيها على البيت سوف نضع الحصان هنا سوف نضع إشارة سوف نضع هذه الحبة التي يوجد هنا ونجيب علي الحبات الثانية واو ماذا؟ سوف نقوم بجمع هذه الحصان هناك علامة في ترقض وأنا لم أصلحتي الآن أشتبك بنوم أنا داخل بهذه السلسلة التي عامل فيها مزرعة كلوث سوف أصل إلى الماكس شوفوا ماذا تفطع الماشي والله إني معلم شوف لبينما أجدك كلوث سوف تبطل تلاقي لما ما أجدك سوف تلاقي قدامك تعفز عليه وتمشي للأسف يعني طيب يا جماعة ونرجعت ومعاي تقريبا 26 بذرة كلوث وفي عندي بالبيت تقريبا أدن فرح نحاول نهجن ورح أعلمكم هلأ كيف نصير تهجين الجينات في لعبة راست سوف نأخذ هذه العصاية ونأخذ ذرة كلوث نأخذ إلى هنا ونأخذ هذا ونزرع ونرى كما ترى على الشاشة هناك شيء اسمه الجينات الجينات هي XYXXYX ونرى الزرع ونرى من 3 جينات حسنا ونرى من زرع واحدة ثانية حسنا هذا يظهر بالألف انها المنزل ثلاثة واي ويش هذه الخليجة لأنها كثيرة سوف تساعدنا بالتهجين لا نزرع جنبه ولا فوقه ولا نزرع حواليها أبدا ونأخذ من بعد من أجل ونزرع هنا لماذا لا نزرع جنبه؟ لأنه يمكن أن تؤثر الجينات بعضها وقت التهجين سوف ترى كيف ستؤثر الجينات بعضها نرى هذه X, W, X, X, W, Y, X لا تلزمنا بنوب هذه هذه عالفاضي نزرع هذه يقلبها Y وحدة ويقلبتين H لا تلزمنا لنا فقط Y و G فهذه كمام لشيلة نزرع لا تلزمنا H و X و W لا تلزمنا بنوب نزرع دعنا حسنا نرى H و W لا تلزمنا نائزة و لا تلزمنا حسنا جينة وحدة جينة وحدة لا تلزمنا لا تلزمنا نحن لذلك هؤلاء جينة وحدة لا أريدها هذه جينة واحدة هذه جينتين كويسات لا أريدها هذه جينتين كويسات لا تلزمنا هذه جينتين كويسات ثلاث جينتين من بعد عنا من زرع هذه جينتين كويسات لا تلزمها. هذه هي 3 جينات كويسات. YYH عفواً YYG من خلية. هذه هي 3 جينات كويسات. من خلية. طبعاً لماذا نفعل ذلك؟ لأنه بعدين بالتهجين اللي يقلبها جينتين فعلاً ما رح تلزم. لا تلزمك أبداً. فلا انتكبها من البداية أحسن ما تتعذب فيها. واو! هذه أسطورية يا شباب. هذه نقصة بس واي وحدة وتصبح لنا نبتة الكلوث الأسطورية. تلزمها. 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 حسناً تقريباً 15 شتلة. نستطيع ان يكبروا. ونقوم بإمكانهم كلون. ما يعني كلون؟ نسخة. نأخذ منهم نسخ. هذه النسخة سأخذها. سأعلمكم كيف تحديث تهجين حقيقي وسهل وسهل وسريع لنبات الكلوث أو لأي نبات تاني حتى تطالع الجين الأسطورية التي سيكون بقلبها 3Y و 3G. حسناً، نتوقع هذه المضخات لدينا شحنة منيح ماء. سنشغل الري والإضاءة. سوف نساعد النبتات بسرعة. هذه النبتة تطلعوا. النبتة لديها تقريباً تحت على اليمين. الولايت 100% الووتر 94% الجراون 67% التمبلر 97% والووتر 67% يعني بشكل عام كلها فوق الستين فوق الستين فوق السبعين. هذا الشيء كثير إيجابي وكثير حلو. النبتة تطلع بسرعة. طبعاً كيف نزود هذه النسب كلها تنساوية كلها 100%؟ نقصنا فرتلايز. حسناً لدينا 10 فلترايز. نأخذهم. نأتي لهم لكي نعطي هذه النبتة لكي نعطيهم نمو سريع. نضيف حول الازرق وكراً لنا نقص على المصطبة ونضيف حول الفلترايز. هل ترى؟ ترى؟ نريد التواجد. تقدم كل مية بالمية. فالسماد أمام أساسي للنمو من النباتات. نحن نقصها الراوثة للعام برا لنستخدم الراوثة ونحول الراوث لسماد. لذلك يوجد سماد لكل المزرعة ستطلب النبتة بطريقة أسرع. فبالتالي هذه النبتة ستطلع بسرعة سوف نأخذ منه النسخ وبعد نأخذ النسخ سأعلمكم كيف التهجين الصح عن طريق الموقع الصح طبعا بينما ينبتوا النباتات يشوف في عندي كأنني مشكلة بالكهرباء سوف أحاول حل مشكلة الكهرباء بصراحة لأنه زعجتني دعنا نأخذ الكهرباء ونرى ماذا ترتيب هنا هذه بقلب 1227 تنقص تنقص 29 و 29 تنتين يقصون ولم يزيد ويجب أن البطاريات في حالة الزياد لا ينقص شحنون فبالتالي نعرف أن المروحتين الذين في القليلات نريد أن نضيف مروحها ثالثة الآن لم أكن بصدد صراحة سعي مروحها ثالثة ولكن اشتريت طاقة شمسية لكي لا تكتر المراوح فوق الباس سوف تصبح باسك وعرضها للخطر وعرضها للريد نجب الطاقة الشمسية سوف أدعم المراوح الطاقة الشمسية لعله وعسى لأن البطاريات لا يخلص شحنة وسوف يزيد شحنة دائما لدينا الشمس يا جماعة تشرق من الاست من هنا تشرق الشمس فغالبا سوف تخرج من هنا سوف نضيف الطاقة الشمسية بهذا الاتجاه نضيف الطاقة الشمسية لكي يخلص الشمس وقتل بتشرق حيث يخلص الشمس ويخلص شمس تمام هلأ سوف نصبت هذه الأمور للبطارية ونرى إذا كان تشحن بشكل دائما البطارية هذا الشيء جيد. إذا بدأت تشحن كمان لازم نجيب كمان طاقة الشمسية. خلين نأخذ هاي كمان لهون. نجمع الطاقات كلها مع بعضها وننزل تحت. طبعا الطاقة الشمسية لا تشتغل غلة بالصباح. فبالتالي انت بدك تكون محكور بوقت معين يعني. طيب نشوف هل لديه صار في عنا طاقة عم تجيب الطاقة الشمسية. صار في عنا تقريبا ثمانين بس بفترة الصباح هاي ثمانين بتجينا. حلوين مع قوة الهواليك والمراوح تقريبا ما مدور وهذا الشيء كتير سيء. لذلك صار عندنا قصور بالكهرباء. شوف البطاريات هلأ صاروا يقلوا بس بطريقة أسرأ. اه والله عم تشحن هاي وهي. ايو سبعة ايو ستة لا عم تقنص هاي وهي عم تشحن. لازمنا كمان أربعة طاقة شمسية. نحن نحاول حتى نحل مشكلة الكهرباء. دعنا نصنع طاقة شمسية نحن. أريدها هاي كواليتي هاي هاي كواليتي. كم واحدة يمكننا نصنع؟ يمكننا نصنع ثمانة واو. لا بدنا أربعة حاليا. وبدنا جامعات الطاقة اللي هو الكمبينار. الكمبينار بدنا كمان ستة. رح يكونوا هون بلا يكونوا فوق إلا طاقة بس. ها عم استنع الكمبينار حتى يطلع. رح حط فرشة على الروف قد تلزم ما بتعرفوا ايمت. طيب رح حط هون فرشة. رح حط جنبها سندوب ألبوا أسلحة. بعدين بقلكون ليش. هاي رح سميها روف. تمام؟ هاي جهز الكمبينار هاي. رح نحطه جنب هاد. و رح نحط كومبينار تحت مشان يجمع كل مصادر الطاقة مع بعضها تمام؟ طاقة الشمسية الأربع الإضافيات رح نحط اتنين. يعني يلحقوا الشمس هيك خليون. تمام؟ و اتنين يكونوا معشروا الشمس لما تشروعوا الشمس من هناك. رح نحط اتنين هيك تقريبا. و رح نجمع هادول اتنين. هيك مشان نجمع مصادر الطاقة. هلأ رح ناخد هون طاقة. طاقة هي الشمسية نحطها هون. وهي. هون. اتنين جمعنا هون بخط واحد. امياتونة اربعين. نحطن هون. تمام؟ نفس الشي هدول تنتين كمان. على هاي الثانية. وضيفت هاي الحمراء انه بتجمع لكم مصدرين طاقة تمام؟ بخط واحد. وهي منحطها هون. هلأ هون في عندنا مصدر طاقة. صار قدش. بخط واحدة. بخط واحدة. بخط واحدة. بخط واحدة. هون؟ على الكمباينار اللي تحت. لنجمع مصادر الطاقة كلها مع بعضها. تعطينا افضل طاقة او كل الطاقة الممكنة. هلأ هيك مصادر الطاقة كلها صارت هون عنا. طيب الانتين اتوانيش عم يطلعوا. ثلاثمية ممتاز جدا. هاي ثلاثمية رح ناخدها هلا على سيبلتر. لشان نوزعنا البطاريتين. يصار في عنا مشحن ثلاث بطاريات. وفي بطاريتين. خطينا نحط السيبلتر هون. بدنا ما كان يكون قريب على البطاريات. لشان ما يخلينا ندخل بالحيط أكتر. طيب هلأ هون عميجي لبطارية شحن 173 واكتر يقرب 70 وهي عميجيها شحن كمان 175 يعني هاي البطارية هم تشحن بشكل مخيف وهي البطارية هم تشحن بشكل مخيف وطبعا هلأ ما عاد عنا خوف أبدا من الطاقة تنقطيعنا البطاريات لأنه صار في عنا الواح طاقة شمسية هم تدعمهن بالتالي هدول نخليهم شغالين دائما كل شيء شغال دائما وما عنا خوف ولا مشاكل من الأشياء ثلاث صاروا هايك في عندنا طريقتين لأخذ النسخة طريقة الأولى نتبس بزر الماوس اليمين ونضغط حرف اي طلع نتبس حرف اي ونتبس حرف اي تشوفوا ما طلعت تحت عنا أخذنا نسخة في عندك طريقة ثانية ونضغط على المربع كل هذه ونضغط بالإي ونضغط بالضغط ونضغط لهون كلون اول او تاك كلون كلون اول اخذت التنتين سوا لاحظتم نضغط حرف اي ضغط طويلة تاك كلون او نضغط الضغط اليمين بالماوس وتصير تاك كلون ونأخذ كلون طيب يا حلوين بعد ما صار معنا هاي النسخة بالكلوت كلها نسخة جيدة اقل الشيء بقى ثلاث جينات منيحة هاي النسخة هاي النسخة ان شاء الله هاي النسخة سيطارعون النبت الاسطورية اللي رح تلزمنا والبايا هذا كله رح نكبه يا شباب عملت شوية تنظيم بالمزرعة خليت هون شي اسمه للصهر وهون شي اسمه طبيات وطعام وحطيت بقلبه الأكل طبيات هون الأشياء اللي بده صهر كمن قريب على الأفران هذول المربعين لسه ما سميتون هون فيعنا الكلوث قدام المزرعة مباشرة هون فيعنا أدوات حطيت بقلب الأدوات كلها هون فيعنا كومبونانس ان شاء الله هذول لصن الأسلحة هرح يكونوا والأشياء اللي بده كرفته وهون ملابس لدي ملابس السماء سوف أشتري بس لبيع الكلوث هون الحديد الحديد الإضافي هون الفيول والديزل هون السلفر والبارود وهون الأسلحة سأضعون الأسلحة وهنا هنا صندوق صغير هذا المتفجرات كل شيء علاقة بالسيفور الاكسبلوسيف سأضعون هون وفي عندي هاد لسه لا أعطيت له شو اسم حاطت فيها هكذا سوف أفضيها إن شاء الله يبقى هكذا تنظيم البطاريات تشحن المزرعة كلها تأسطورية شغالة على الـ 24 ما في مشاكل جينا للمرحلة الأهم بلعبة راست والأهم بالمزرعة الأسطورية ألا وهي مرحلة تطوير الجينات تطوير الجينات شغلة بعض الناس يشوفها كثير صعبة وبعض الناس يشوفها كثير سهلة سواء خلي اطفي الزعاج بصراحة هؤلاء طيب يا شباب موضوع تطوير الجينات سوف يشرح لكم بطريقة سهلة بسيطة وكثير سلسة تمام؟ مشان تطور الجينات انت بحاجة لعدة نساخ يعني لعدة بذور بتجيب البذور بتزرعه متل ما شفنا تمام؟ وبتاخد الجينات الكويسة وبتجمعه مع بعضها تابعوا معي كثير منيح وركزوا بموضوع تطوير الجينات تمام؟ مشان ما تتعذبوا ومشان لما بدكن تطوروا الجينات تطوروهن وانتو كثير مرتاحين بدون أي مشاكل في عنا اليوم مواقع هي بتحسب لك الجينات هذه بتعطيك ماذا يجب تزرعнибудь طيب أهم جينين موجودات هنين الواي والجي. ليش؟ واي معناتها زيادة بكمية الإنتاج. تمام؟ الواي هي المحاصيل زيادة بكمية المحصول. الجي هي سرعة النمو. زيادة في سرعة النمو. تمام؟ فأنت عندك النبتة الأسطورية أو الجين الأسطورية اللي هي بتكون مقسومة لثلاثة جي ثلاثة واي. حصراً إذا أجل أحد أقول لك 4G 4Y 4G 2Y 4Y 2G لا ترد عليه. أنا جربت كل هالجينات. وفعلياً أسرع النبتة بتطلع وبتعطيك أكثر كمية كلاوث التي يقال بها 3G 3Y. تمام؟ ماذا معنات H؟ H يعني قال النبتة صلبة. طبعاً ما بتلزمك. كونك أنت تزرع جوه مزرعة ومهيئة لكل الظروف، الإضاءة والمو والفيرتلايز والدفء فأنت لا بتلزمك أبداً أن تكون صلبة أو قوية. فحرف ال H يعتبر جين كويس ولكن ما بيلزمنا طيب شو معنات جين ال W الأحمر W معناتها أنه النبتة هاي في عنده زيادة باستهلاك الموي فهي الجينة ممنحة بنوب والجين X كمان لونه أحمر هذا الجين أنه فاضي X يعني سيء ولا شي يعني صفر يعني كأنه قيمة ما فيه شي هو عبارة عن X ما فيه شي فاضي تمام فنحن حتى نطالع الجين الأسطورية اللي هي بتكون 3G 3Y بيلزمنا عملية تهجين وعملية التهجين بسيطة كتير رح أشرح الكونيها بطريقة كتير حلوة وسلسة وبطريقة كتير بسيطة حتى أنت لو أنك جديد براست رح تعرف كيف تهجين نباتات وتطالع الجين الأسطورية اللي هي 3Y 3G يعني هاي نبتة بتكون كتير سريعة بالنمو وبتعطيك كتير معدل إنتاج عالي فيب ركزوا معي وخليكم معي ويارب تستفيدوا لما بدك تبدأ في موضوع تهجين الجينات لازم تعملوا مثل ما أنا عملت تروح وتقطف كلوث أذا بدك تهجين نباتة كلوث وتختار الجينات الكويسة الجينات العطلة فورا انكبه لا تستنى عليها مثل ما أنا عملت تختار الجينات الكويسة تمام وتتخليها عندك عندما يصير عندك كمية منيحة من الجينات تحس أنه هاي الجينات عن جد بطريقة الجين الأسطورية اللي هي 3G 3Y تدخل على الموقع وبتعمل مثل ما أنا عم بعمل هلأ بالتبط شوف يا جماعة أنا عملت هذا الصندوق هذا كله عبارة عن جينات أخط منها نسخ تمام كل جينات مختلفة عن الثانية ممكن واحد يجمع فول بوكس حتى تطلع الجين الأسطورية تمام هذا الحكي بيوقف على نوع الجين يعني شوف هو مثلا في أربع جينات كويسات اللي هنجي واي 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 يعني هاي الجينة مثلا ناقصة بس حرف في الجي مرتين وبتصير جين الأسطورية طيب كيف أسهل طريقة ممكن نطالع الجين الأسطورية من خلال هاي الجينات راحصوا معي بفتح مستند نصي جديد تمام أو دفتر أو مفكرة أو أي شيء تمام وبدأ بنقول نسخ الكلونات هاي أو نسخ الجينات هاي على المستند النصي بعدما بكون أخدتها نسخ وحطيتها كلها تبقى بالسندوق أو بالإنفنتوري تمام لما تفتح المفكرة تجي لهم تحط الماوس على الجين وقصة ALT TAB بالكيبورد تمام نقلك فورا على المفكرة فورا بتعمل انت هيك X GG X GG Enter خالصين نرجع ALT TAB ورجعنا على اللبن نحط على الجين الثاني ALT TAB جين على المفكرة G Y H W H G وباشرة بسرعة بسرعة فورا وبتضل بتعمل هيك ALT TAB زر ALT وزر TAB تكبسون سوا تجي لهون وALT TAB مرة تانية تمام فتح لك المفكرة ترجع W H Y W H H وهكذا حتى تنقل الجينات كلها يتعندك بالمستناد وبعدين ننتقل للخطوة اللي بعدها اللي هي موضوع الموقع وحساب الجين الأسطورية طيب أنا رح روح على أعبي كل هاي الجينات بالمستناد وارجع للكون يب يا شباب هيك منكون خلصنا نقل الجينات كلها ثم متل مو شايفين الجينات كلها صارت عندي هون بالمستناد النصي وهلا مننتقل للخطوة اللي بعدها بتطوير الجينات أو تهجين الجينات الخاصة بالكلوث أو أينبت تانية ينطبق نفس الشي على كل النباتات طيب يا شباب خليني أشرح لكم شو على الموقع الكتروني شو بيعمل الموقع بتهجين الجينات اليوم في عنا أكتر من خمس ست مواقع بتساعدنا بتهجين الجينة لنطالع الجين الأسطورية تبعية راست بس من أفضل المواقع اللي شفتن أنا بشكل عملي هو هاد الموقع اللي شفتن يا هلا موجود تحت الوصف طيب ليش هذا الموقع أحسن موقع المواقع العادية تطلع الجينات اللي عندك اللي نقلناها نحن هلا على المفكرة بتحطل يا ها فبتعطيك أنه لازم تزرع هاي الجينات جنب بعضها لحتى تطلع عندك الجين الأسطورية أو بتقول لك مرة تطلع عندك الجين الأسطورية إلا بنسبة 50% فبتجرب أكتر من مرة احتمال تطلع واحتمال لا بينما هذا الموقع اللي أنا هلا رح أحط لكم يا ورح نشتغل عليه يا بيعطيك أنه الجينات اللي عندك بتطلع لك الجين الأسطورية اللي أنت بدك ياها اللي هي 3G 3Y تمام يا أما بيعطيك طريقة لتطور جينة جديدة وهي الجينة الجديدة تعطيك الجين الأسطورية يعني هو من الجينات اللي عندك رح يحاول يوصلك للجين الأسطورية لو ما من أول مرة من تاني مرة عرفتوا كيف؟ إن شاء الله يا رب بيكون الشرح بسيط وسهل تكونوا استوعبتوا الفكرة مني بطريقة سليسة هلا رح نروح للموقع ونحط له الجينات اللي عندنا اللي نقلناها على المفكرة ونشوف شو رح يعطينا الموقع الكتروني ياب يا شباب هذا هو الموقع موقع كتير بسيط رح نعمل نسخ للجينات اللي عندنا تمام نحددهم كلاتهم Ctrl A ونعمل لهم نسخ بعد ما نعملوا نسخ رح نجل موقع الكتروني الرهيب هذا ونحطهم هون Ctrl V أو لسق تمام نعمل هكذا لسق أو Ctrl V نزل للجينات اللي عندنا كلا تاب الموقع هلا بنعمل هكذا Calculate يعني احسب هذا الموقع حسب لنا نحن هون في فوق لدينا هدول الخيارات كثير مهمات تمام هو الموقع يعطيك هاي الاقتراحات انت ما دخلك فيها تحط له هون الجين جي بدي منه ثلاثة والجين واي بدي منه ثلاثة بترجع بتكبس له Calculate مرة تاني جميل هلا الموقع يعاطيك انه انت رح تطالع الجين الأسطوري انت بدك ياها GY GY YG يعني ثلاثة G و ثلاثة Y من خلال زراعة هدول الجينات جنب بعضهم تمام وهذا الحكي مضمون 100% ملاحظين يعني نحن هلأ بالجينات اللي عندنا الحمد لله صار فينا نحصل على الجين الأسطورية في عندك الخيار التاني اللي هو هاد كمان بيقول لك زراعة اي نبتة وهجينها مع هدول الجينات كمان 100% رح تطالع الجين الأسطوري هي GY Y Y G تمام وعمل لك هون كمان 100% بتحصل على الجين الأسطوري اللي هي GY 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 نعم والله اكتر واحدة عجبتني من خلال كمان 100% بتحصل عليها من خلال زراعة هاي النبتة تمام وبعدين زراعة هدول النبتات حواليها تمام يا شباب واضح الفكرة عمال لك هلأ ممكن كمان تحصل شوف هاتي يعطينا خيارات عمال لك ممكن هون تحصل عليها بنسبة 50% لك جرب هدول عمال لك هون تحصل عليها بنسبة 100% بس بدك هذا الجين يكون موجود هذا الجين ما عندي و G G G Y G طيب تكبس عليها بيقول لك هذا الجين ما عندك يجب أن تهجن و بعدها تهجن مع جين تحصل هذا الجين الأسطوري نكبس على الجين يقول لك هذا الجين كان كمان تطلعه و يجب أن تزرع هم مع أي نبتة تهجن هم ثم يجب أن تضع بعد قبس تهجن مع بعضهم تحصل إلى تحصل لأسطوري نتحدث و نتوقف أسهل ما هو هاد هذا الخيار يقول لك اجمع هؤلاء النبتات وهجنهم مع أي نبتة ستحصل على الجين الأسطورية دعونا ننتقل فورا لعبة راست ونجمع هذه الجينات ونبدأ بعمية التهجين وركزوا مع بعمية التهجين لأنه هناك كثير عالم تشرح لك بس أنا سأشرح لك بطريقة سلسة كثيرة وطريقة سهلة الجين الأول XGG XGG تفضي الانفنتوري وتضع هذا أول واحد الجين الثاني GYGW هذا هو تأخذ منه نسخة الجين الثالث YYYH تدور عليه كله أخضر هذا يجب أن يكون تأخذه عندك وضعه بالسلت الثالث آخر جين GYYHX ندور عليه يقلبه X بالآخر فورا مشان تلاقيه GYYHX هذا هو تضعه هنا الموقع مئلات ازراع بالسنتر بالوسط أي نبتة وضع هؤلاء حواليها و ستطلع عندك الجين الأسطورية تمام؟ نحن نذهب على عملية التهجين عملية التهجين كالتالية ركزوا كثير منيح معي و restrictions نحصل إلى هاي المصطبة تمام؟ و نجيب النبتة اللي بالنص و نزرع بالنص عندما نزرع النبتة هاي هاي المهمة هو الحال مهمة مكان جين التكون؟ المهم هو 1-2-3-4 التي رأيت بiversary هاي المهمات هاي المهمة هاي الأن سي تطلعو لي الجين الأسطورية عندما نأتي لهون و لنضعها هايه يظهر الليige الزقج و как patriar ملايز ما علينا بهدول كلمة حق ب향 و نق 페 otras حال Librién هلأ في عالم تطلع على الاج واستنى حتى يصير دقيقتين ثلاثة وبعدين هجين وكذا لا لا أنا رح أعطيك تريد التهجين على المضمون لأن نموك النبتة عمرها بشابه عمر الثاني بالنمو فأنت بدأك تستنى الستيج هلأ هو مرحلة السيد تمام صفر بالمية هلأ بدأوا يتطور شوي شوي بدأك تستنى المرحلة الثالثة أول مرحلة هي السيد يا شباب ثاني مرحلة هي السيدلينج تمام هدول المرحلتين ما بتعمل فيهم أي شي بس بتقعدوا بتستنى النبتة حتى تكبر آخر مرحلة هي الس بالنسبة لنا بعلم التهجين أو بعلم تهجين جينات بلعبة راس تمام طبعا هذا الحكي ينطبئ على كل أنواع النباتات ما شرط والله عليك لوث فلما بتصير النبتة اللي انت بدأك تهجن عليها بالسابلينج بصر السابلينج خمسين بالمية وأكتر هديك الساعة بتحط النسخ حواليها كيف تحطون حواليها يعم تحط الأولى هون تاني هون تالتي هون والرابعة هون تمام هلأ شوفوا انتقلت من المرحلة الأولى هي النبتة للمرحلة الثانية اللي هي السيدلينج نحن رح نستنى حتى ت تخلص مرحلة السيدلينج هاي تصير مية بالمية وتنتقل المرحلة اللي هي السابلينج تمام بمرحلة السابلينج نستناها لتصير فوق الخمسين ستين بالمية ومنحط النباتات حواليها وبإذن الله رح تتم عملية التهجين بطريقة نظامية وصحيحة ورح تطلع عنكم النبتة الأسطورية أو الجين الأسطورية اللي رح تاخدوا مننا بعد النسخ وتزرع ومزرعتكم كلاتها نسخة أسطورية نسخة الأسطورية إفادتها يا شباب إنه هي رح تعطيكم أكبر كمية كلوث أسرع وقت ممكن وبال لما يصير عندك كثير كلوث يعني انت صار في عندك كثير سكراب ولما يصير في عندك كثير سكراب يعني انت صرت ملك السيرفر لأنه أي شي فيك تشتري مثل ما بنعرف كلاياتنا أنه السكراب هو عملية تراست ياب يا شباب رح نستنى هلأ شوي لحد ما تصير بمرحلة السابلينج هاي النبتة وبعد إن شاء الله رح نتابع عملية التهجين لما حطينا الفيرتلايز وشغلنا الموى الأمور كلها تمام صار الهيلث طبعا النبتة 80 يعني صارت أمورها صحيا للنبتة كثير كويسة وهذا الشي بساعد بعم كمالية النبو ما زالت النبتة بمرحلة سيدلينج رح ارجاعكم إن شاء الله لما تصير بمرحلة سابلينج وهي المرحلة المهمة معنا لموضوع تطوير الجين تبعا النبتة طيب يا شباب طفيت المضخات لأن بصراحة الصوت كثير ازعاج وطالما أنه الواتر بصار تقريبا 9000 فما في داعي نعبية أكثر مثل ما شايفين الهيلث طبعا النبتة صار 100% وصار 53 بمرحلة سيدلينج نحن بدنا نستنى مثل ما حكيت لكم مرحلة السابلينج أرجعكم لما تصير مرحلة السابلينج 50% يب يا شباب مثل ما شايفين مرحلة السابلينج صارت 53% هلأ الوقت المناسب لتهجين هذه النبتة مع الجينات الأربعة اللي هنحن حاطينا هون واحد اثنين ثلاثة اربعة تمام هلأ صار 62 هلأ الوقت كثير مناسب للتهجين نعمل هيك يا جماعة بنختار النبتة الأولى حسب ما أعطانا لموقع النبتة الثانية النبتة الثالثة والنبتة الرابعة بنزرعهم بهذا الشكل حواليها تمام وهلأ بنستنى حتى تطور هذه الجينة وتطلع معنا الجينة الأسطورية إن شاء الله يب خلوكم معي ونشوف شو رح يصير كما رأينا كلها تطور جينة النبتة تعالوا نشيك عليها واو مثل ملاحظين صارت جي واي جي واي واي جي يعني صارت ثلاثة جي وثلاثة واي وبالتالي نحن حصلنا الجينة الأسطورية للكلوث هاي الجينة يا جماعة هلأ بنعمل منها نسخة يا أما ضغطة يمين بالماوس ونقبس حرف الإي يا أما مضال ضغطين حرف الإي عن النبتة تطلع هاي القائمة بنروح لهون تلك كلون أوكي ونقبس عليها فايب دعونا نأخذ منها النسخة صار في عنا هالثلاثة نسخة من الجينة الأسطورية مثل ما رأينا جي واي جي واي جي هاي جينة أسطورية جدا 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 سريعة بالنمو وتعطيك أكبر كمية كيلوث ممكنة فايب هادا ما رأينا سأزرعها هون وصير كتر منها نسخ كتر منها نسخ حتى يصير النسخ يعبوا المزرعة كلاتها هدول اللي ما عاد يشغل فيهم أبدا الله يعطيهم اللي عافية هايك بنكون تعلمنا كيف نطور الجينة الأسطورية بلعبة راست يا شباب لأي نبتة كانت نحن هلأ طورنا الجينة الأسطورية بهاي الحلقة الكلوث وحصلنا على ثلاثة جي ثلاثة واي اللي هي أفضل جينة أو هي الجينة الأسطورية بلعبة راست وهيك بنكون وصلنا لهاية حلقة اليوم بتمنى أنه تعجبكم الحلقة أماني أي حد عنده أي استفسار أو رأي يكتبوا بالتعليقات يا جماعة لأني أنا بأرى التعليقات كلها وبحاول نرد عليكم كلها فيب يا شباب طريقة سهلة الموقع اللي استخدمتم رحض لكم يا بالوصف وبتمنى لكم كلها تكون زراعة حلوة وسعيدة ويارب تكونوا وتنبسطوا وطبعا ما بننسى أنه هي الطريقة مو بس الكلوت لكل أنواع النباتات اللي فيك تطورة انت فيك تزرع كلوت وتبيع كلوت وفيك تزرع كمان ذرة وتبيعة ولكن الكلوت هي أكتر شي كويسة وأكتر شي بتعطيك فلوس وأكتر شي بتعطيك سكراب فيب يا شباب إلى اللقاء في حلقة قادمة لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليش تفعل زر الجرس مشان الحلقة الجديدة اللي رح نزلها من السلسلة سلسلة مزرعة الكلوت الأسطورية هي توصلك فوراً وأيضاً بتمنى أنك تحط لي لايك لأنه اللايك اللي بتحطه انت هي بجرد كبسة زر بس هي دعم كتير كبير لألي فبتمنى تدعمني بلايك اشتراك ونزيل الكتوب رأيي بالتعليقات وأهلا وسهلا فيكم جميعاً كان معاكم مستر عبقري وإلى اللقاء في حلقة قادمة سلام